هي سياسة ثابتة يسير الكيان الصهيوني عليها منذ تأسيسه القمع والقتل ديدنه بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي قمع جنود الاحتلال واعتدوا على مظاهرة أحياء الذكرى الرابعة والعشرين لمجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل قوات الاحتلال أخلت ساحة المسجد من المصلين بالقوة قبل أن يسيروا بمسيرة باتجاه باب البلدية القديمة لتقمعهم قوات الاحتلال من محورين بقنابلها الغازية والصوتية ما أوقى عدة حالات اختناق في صفوف المشاركين وبالعودة إلى التاريخ وتحديدا إلى يوم الخامس والعشرين من شهر شباط من عام 1994 حيث مجزرة المسجد الإبراهيمي التي لم يشهد نصف الثاني من القرن الماضي مثيلا لها مذبحة مروعة ارتكبها المصوت باروخ جولدشتاين الذي دخل المسجد أثناء تأدية المصلين صلاة الفجر وفي لحظة سجودهم فتح عليهم النار بشكل عشوائي ليقتل تسعة وعشرين مصليا وينتهي الفصل الأول من المجزرة بالانقضاض عليه وقتله ثم ليكمل جنود الاحتلال الفصل الآخر منها ويغلقوا أبواب المسجد لمنع المصلين من الخروج كما منع القادمين من الخارج من الوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرحة وفي وقت لاحق ينهي الاحتلال المجزرة تلك بعدما تصاعد التوتر في مدينة الخليل وقراها والمدن الفلسطينية كافة ويقمع مسيرة تشيع ضحايا المجزرة وتظاهرات منددة ليرتفع عدد الضحايا إلى ستين وهو قمع أشبه بقمع اليوم في ذكرى مجزرة ما زالت أحداثها ماثلة في قرى ومدن فلسطين المحتلة